اخوان سبارك الله عليكم اليوم جيبت لكم واحد البقعة ديال الارض العشاق ديال البحر الناس اللي كتسول على الارض اللي قريبة البحر الناس اللي كتسول على الارض ديال الفيلات صغارة عرفتش حان ديال واحد عيطلي كيسولني على الارض اللي كتتواجد على البحر كين اللي كيقول لي اشقر كين اللي كيقول لي جبيلات كين اللي كيقول لي خنقوش كين اللي كيقول لي شو اسميتو المنار هان اليوم الاخوان جيبت لكم واحد القطعة ديال الارض فيها مية وعيشين ديال متر ممكن تعمل فيها فيلا صغيرة بحال يديرين الناس هنا كاملين البلاصة هادي الموقع ديال فيلا صغارة اخوان باش تعرفوا هاد الموقع هي كيتواجد بالضبط وغادي نعطيكم جميع المعلومات عليكم ان لا بيشترك في القناة وفعلوا الجرس الله يجلزكم بخير باش غادي نعطيكم جميع المعلومات اخوان قطعة ديال الارض كيتواجد تجاه ديال الاشقار في جبيلت جبيلت معروف كيتواجدو احدا اشقار او لحدا قصار ديال السعودي كما كتشوفو البحار ركيبان من عين المكان وبنسبة ان البقعة ديال الارض جات الوجهة دياله كتشوف ديريكت البحار كما كتشوفوه بسبب واحد المنظر اللي هو رائع صراحة الله وتال البنيلة يطلع هنا البناء ماشي ذاك البناء عادي الناس يديروه بحشكة لفيلة صغارة والصراحة بلصة زونا الاخوان وبلصة جات عالية وفجة ونهار من اللي غادي تبنى سيكون البحار بحال كتشوفوه انا حاولت نزوم لكم شوية البحار كيبان بحال السينية انتم ما كتشوفوه هنا الاخوان البقعة دير الارض كما كتشوفو معايا عندها زنقة ديال 6 دير المترو وفيها 120 دير المترو كما كتشوفوه داي الزنقة ديالها هال الحدود ديالها كما كتشوفوه الحدود ديالها كينا رجمة اخرى اللي هن وهي طلع الفوق جات موجهة البحار وجات عالية ومزيان ومشمشة هذه الزنقة وهدي الزنقة وهو دا حتى الشاريع كبير كما كتشوفوه هادا ايكون شاريع ان شاء الله نفي بلان دبراها راه مرشون بان شاريع ولكن باقي ما مخدومش كين شاريع اخر ميدخل نحنا من بعد غادي نخرجوه من ثم ان شاء الله هادا غادي كون الشاريع غادي جي في الوسط ديال الواجهة ديال الارض كما كتشوفوه هادا اطلعت الشاريع انشان غادي جي ديركت من الواجهة ديال الارض وهنا الاخوان الارض هاد الارض هادا الارض مولك ديال امواليها الاصليين والسيد لكي بعدها باعة هو شاريع للورطة ولكن اه كما كن قل لكم دائما راه كل واحد الظروف ديالو والسيد شاريها على اساس باش يبنيها يدير فيها شي فيلا صغيرة بحال يديرين الاخوان كاملين ولكن كما كن قل لكم دائما ارى سبحان الله الدنيا هادا تواحد مجبرها كما بغى هاد الشي اللي كان الاخوان والسيد باقي يبيع الارض ديالو مكي حتى شي مشكل ودير فيها التمن مزيين الصراحة ومن بعد غادي يقول لكم التمنى الاخوان كما ترون على منظر انا بالعالي اقرب لكم لكي تعرفوه فيك توجد الارض بالضبط وكتعرفوه فيها تشيروه اخوان العشاق البحار الناس التواصل معي اكترية اقصم بالله الى اكترية الناس ديال اوروبا تتواصل معي كي يسولوني على الارض على البحار والارض على البحار اخوان بعض مرات كي عيطوا الاخوان انا كنت سنوطي عيط ليشوا واحد عاد كنحاولو نطرتجوها معكم باش غد ان شاء الله غادي تشوفوها كما كتشوفو الاخوان هدي هي الواجهة ديالها قد شوفنا هذا القارج هذا هذا الدار هذا هذا هو مول الملك الاصلي مول الملك الاصلي هدا هو مول الدار هو اللي باع الناس كاملين هنا هنا راشي ربعا ديال الاخوان شارية واحد منهم كي يبيع كما كتشوفو الاخوان هدي زنقة كاملة زنقة هدي جد طالعة وضايرة كما كتشوفو هدي كاملة زنقة وهنا غادي تكون بقعدة الارض هنا ممكن مئة وعشر مترو غادي تبني منا غادي ثمانين مترو وغادي تدور واحد الحيط هدي فيها واحدة بيسين صغير بلاسة ديال طوموبيل مهم فيلا صغيرة وصافية فيلا صغيرة انتم عارفين انتم عارفين انتم عارفين هاتش اللي كان القصار ديال السعودي اللي كان في اشقارة وكيبان را قريب لها بزاف من بعد غادي نخروج هدي وريكم الخرجة دياله باش تعرفو فيك تواجد بالضبط انا كنحاول نصور لكم بتدقيق الاخوان باش انسان اللي غادي شوف الموقع غادي عارفين غادي تستاحق ولا ما غادي تستاحق باش كل واحد كمشي لحصاب استطاع دياله كما كتشوفو بالنسبة للموقع الناس اللي خستت بني على البحار كنقولو زعمال إلا بغتي هاد بلاسة هذي ممكن إلا بغتي تعمل هنا مشروع ممكن تعمل بارتمات يمكن تكريهم لحسب ما عارفين في الصيف تجار الاشقار تجار ديال البحار اراك ركي كل مطلوب مفرشين او لاخوين كما كتشوفو البناء هنا موجود الماء موجود وضو موجود ووض الحار موجود كما كتشوفو الناس كامين دائرين كما كتشوفو كما كتشوفو نحاول نقرب لهم كما كتشوفو كما كتشوفو البناء هنا كما تكون عندكم فكرة كما كتشوفو وهذا فكرة كما تجد الماء كما تجد الماء لما تجد الماء لأن الماء موجود وأن الماء موجود لانها ضروري بلصة سياحية لانك هنا على البحر ممكن ضروري لانه بناء مره مرة كي يكون البناء مره كي يوقفون انتم ما كتعرفو ادانيو نحاول وركم الخرجة ديالا الشريع ديالا اللي كيخرج الشريع كبير هوا هذا اللي غيخرج نتيجة ديال الشريع الكبير لكي يدين اشقار بنسبة ثمانية لا اخوان ثمانية لا ربعلاف درهم من المترو ربعلاف درهم من المترو قدي تكون شويد مفاهمة ان شاء الله ديال عملية حسابية كتشوف راس قادي تسلك لك كنقول له مرحبا بك السيد راه واجد واحنا موجودين هانتم ما كتشوفو راقريب على البحر بززاف بسبة تجهد اشقار عندي خمسة دقايق تجهد البحر خمسة دقايق كل شي قريب يا فيما بغيت يتمشي تمشي هانتم ما كتشوفو احنا في الباب ديال القصار ديال الساعة وديك ما كتشوفو احنا يضغيع وصلنا شتي يلا الاخوان مرحبا بكم شكرا لكم بزاف على المتتابع ديالكم مع في القناة بارك الله فيكم كنشكلكم بزاف على الكومنترات ديالكم اللي كتصفتو لي راها كنقرهم كاملين وبرك الله فيكم وحنا كما كتشوفو احنا كندلوا الوجيب ديالنا والكامر على الله ولي عندو شي نوع ديال الاقاري اخوان يتواصل دي ما كنقول لكم تواصل عبر الواتساب 06-62-62-13-68 وان شاء الله ما يكون غير خير احنا كندلوا السباب والكمل على الله كما كتشوفو هذا هو الرمبون ديال اشقار ها هو تيجا ديال اشقار تيجا ديال بقاسم احنا غد نشبرو تيق ديال تنجا صف الاخوان يلا شكرا لكم برك الله فيكم فيديو اخر ان شاء الله